يعاني القطاع الخاص في العراق من سنوات الصراعات المسلحة منذ العام 2003 وما تبع ذلك من الحرب الأهلية والحرب ضد داعش ولهذا فأن مشهد ريادة الأعمال في العراق الآن مؤلف من فسيفساء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمة التي تساهم بدرجة أكبر أو أقل في المشهد الاقتصادي للبلد وخلقت الأزمات المتعددة مناخا من عدم اليقين أدى إلى ردع المستثمرين بقوة عن المخاطر والمشاركة ماليا في الاقتصاد الوطني وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 54.8% من القوة العاملة في العراق يعملون في القطاع غير الرسمي وهو ما يجعل العديد من الأشخاص ممن يعملون بعقود محددة المدة عرضة للاستغلال ويتم حرمانهم في أحيان كثيرة من الحصول على ضمان الاجتماعي أن القطاع الخاص غير الرسمي يحد أيضا من إمكانية ازدهار الأعمال التجارية وتوسعها بالمقابل تشير الإحصائيات إلى أن نظام العمل في القطاع العام يحمل مزايا تدعمه لإيرادات النفطية التي بلغت 43% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وهي كثيرة ومتنوعة مثل نظام رواتب التقاعد وعدد معين من أيام الإجازة مدفوعة الأجر ما يجعل القطاع العام قادرا أن يخلق منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاصة الذي ليس بإمكانه دائما تقديم مثل هذه المزايا وبالتالي فهو أقل جاذبية لبعض العمال ترجمة نانسي قنقر